السلام عليكم سرتي على الثاني في حياة كل واحد فينا في سرته وما سرته وعشته قصة وقعة حدثة في طفولته في شبابه في صباح أصرت فيه علبت في وجدانه خدت معاه مشوار حياته سكنة في القلب والعقل خليني بقى أقرلكم من سرتي على الثاني أول ردن تعود انفجر معها دمعي ثم بدأت تنهال دموعي كمن سقط سده العالي فأغرق روحه حزنا كان صوت مرسيل خليفة يغني في المسرح أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي قصيدة محمود درويش التي تشوي عظام قلبي ألما لم أستطع المقاومة وكنت قد فقدت أمي منذ أشهر قليلة فصار الدمع نهنهة والبكاء نشيجا والموقف فضيحة إن شغل صديقي بجواري بماذا سيفعل حين توقف الغناء فيرى الناس دموعي ويسمع الجمهور عديدي إن دمج الحضور في التصفيق بينما جريت بسرعة إلى خارج المسرح هل يمكن لأغنية أن تفتق قدر عمرك منذ سبعة عشر عاما وأنا أتفادى هذه الأغنية في حياتي إذا عبرت أو مررت بها أو جاءت سيرتها أو تردد نغامها أو لمحتها في اليوتيوب أخيرا قررت أن أختبر نفسي فبحثت عنها مع صبق الإصرار والترصد وشغلتها مع أول رنة عود اكتشفت أنني لم أكف يوما عن الدمع لأمي صارت كل الأغاني تجعلني أبكي أمي كنت أول اسم في لجنة امتحان السنوية فكانت جلستي في آخر مقعد الملاصق للحائط أمامي صاحبي الذي يحمل نفس اسمي أنظروا ناحيته فأجده ملتفتا إلي بجزء من رأسه ساندا على ظهره ويبدأ في انتظار أن أغششه الإجابة عن أي أسئلة توصلنا إلى هذه الصيغة أن يعيش هو في الساعة الأولى من الامتحان مهراجة هندي يلعب اليوجا بينما أنشغل أنا في الإجابة وحين أنتهي أساعده لا يشترط أي طلبات فقط ما يقيم الأود وينجح به في المادة فهو يريد الالتحاق بكلية الحقوق ويكفيه مجموع النجاح ولا يشغل باله بدرجة أو نصف درجة ضائعة راحة البال الفلسفية التي كان يعيشها سببها أنه ليس محملا بأي توقعات وكان كل ما يشغله وبقاء صحبيتنا وصحتي في أحسن حال خبرة الخمسين عاما علمتني أنه في الحياة أنت الذي تحدد درجة نجاحك فلا تعش مفزوعا من فقدان نصف درجة وقفت في جنينة بيتنا وأنا أبكي ودموعي ساخنة وأكتب بكائي حتى لا تسمعني أمي أمسك بصفحات من جريدة الأهرام تحمل كل صفحة ما قال يوسف إدريس الإسبوعي كنت أقصها وأجمعها وأضعها في ظرف أصفر كبير من أظرف أبي أخرجت الصفحات وأجمعتها في قبضة يدي دامعا وأخذت أمزقها نتفا ومزقا وقطعا وأقزفها في هواء الجنينة كنت في تانيا سنوي عام 82 1982 وكان كاتب المفضل وقدوات العظيم يوسف إدريس قد نشر كتابا هاجم فيه الرئيس السادات فانقلبت ضده أجهزة الإعلام وقتها واتهمته بالعمالة صدقتهم وأصبت بصدمة مدوية وأخذته ومزقوا صفحات مقالات يوسف إدريس وأربي كتبه بعدها بعدة شهور كان مبارك وحافظ الأسد يتمشيان بحرسهما ورجالهما في السحل الشمالي فإذا بيوسف إدريس في شرفة الفيلا بتاعته يناديهما فيجلسان معه ويشربون الشاي ويلتقطون لهم الصور وينشرونها في الصفحات الأولى ترجمة نانسي قنقر